السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرض التوحل لدى الاطفال الاسباب وطرق العلاج والاعراض التوحل من الامرات التي تعرض لها الاطفال مع بدايه عمرهم ويظهر على الطفل العديد من الاعراض ويكون هذا ناتج عن بعض الاسباب المختلفه وينصح الاطباء بضروره الاهتمام بهذا المرض والحرص على علاجه بشكل مبكر فور ظهور الاعراض نتعرف عبر التقرير التالي على اسباب مرض التوحل يصاب الاطفال بمرض التوحل نتيجه الاضطرابات وراثيه ولاده الطفل بوزن اقل من الوزن الطبيعي التعرض الى الالتهابات الفيروسيه قد يصاب الطفل بالتوحل نتيجه للعوامل الجينيه والتي تتسبب في الاضطرابات الوراثيه مثل متلازمه الهش ومتلازمه وجود مضاعفات اثناء حمل الام والتي تتسبب في اصابه الطفل بالتوحل وجود العامل الوراثي واصابه احد افراد الاسره بمرض التوحل من قبل دمور العضلات والذي يعد من الامراض الوراثيه التي تتسبب في الاصابه بمرض التوحل نقص الاكسوجين خلال الولاده يتسبب في التأثير على الطفل ما يسبب له التوحل اعراض مرض التوحل عدم القدره على التواصل البصري بشكل سريع التأخر في الكلام عن غيره من الاطفال نطق الكلمات بشكل متكرر عند التحدث التمسك بالروتين وعند حدوث اي تغير يصاب الطفل بنوبات شديده من الغضب اهتمام الطفل بالتفاصيل الصغيره اداء بعض الحركات الغير مفهومه والتي من الممكن ان تسبب اذى للطفل مثل خبط الرأس عدم تناول الطفل لجميع الاصناف الغذائيه ولجوء الى تناول اصناف معينه وعدم تغيرها الاصابه بحساسيه مفرطه للدوق والصوت واللمس عدم استطاعه الطفل التعبير عن مشاعره اتجاه الاخرين عدم استجابه الطفل عند مناداته باسمه ويصاب الطفل بالعدوانيه اتجاه الاطفال الاخرين علاج مرض التوحض يتم علاج مرض التوحض من خلال العديد من الطرق المختلفه ومنها ما يلي العلاج السلوكي يتم التعامل مع مريض التوحض وهذا من خلال مجموعه من البرامج التي تساعد على تطوير المهارات والتعابه اللغويه والسلوكيه وزياده قدرته على التواصل مع الاخ はرين والتي تساعد على الحد من تطور المرض العلاج التقربوي يجب استخدام العلاج التقربوي من قبل المتخصيين والتي يشمل ادماج الطفل في مجموعه من الانشطه والتي تساعد على زياده المهارات الاجتماعيه وزياده مهاره الاتصال العلاج الاسري يشمل للعلاج الاسري التفاعل مع افراد اسره الطفل وهذا لتعرفهم كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالتوحد مما يساعد على تحفيز المهارات السلوكيه والاجتماعيه والمهارات اليوميه لهم العلاج الدوائي يصف الطبيب انواع علاج دوائي مناسب لحاله الطفل المصاب بالتوحد والتي قد تشمل مضادات للقلق ومضادات للذهان والتي يجب ان تكون تحت اشراف الطبيب والتي تساعد على التقليل من اعراض التوحد دمتم بصحه وعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته